بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولا أهلاً وسهلاً بحضراتكم في هذه الحلقة من هذا البرنامج المبارك نتكلم فيها عن صورة من صور القرآن الكريم ألا وهي صورة الرحمن يقول ربنا سبحانه وتعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان هذه الصورة الكريمة صورة الرحمن تعرف بعروس القرآن سماها النبي صلى الله عليه وآله وسلم عروس القرآن وذلك لأنها اجتملت على الجواهر التي ترصع بها وتزين بها العروس من وصف للجنان ومن تكرار قول الله عز وجل فبأي آلاء ربكما تكذبان نزلت هذه الصورة الكريمة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهي من القرآن المكي ومن المفسرين من يقول إن سبب نزولها إنما هو قول الله عز وجل قالوا على لسان الكفار والمشركين قالوا وما الرحمن فأنزل الله سبحانه وتعالى الصورة الكريمة لبيان وصف الله سبحانه وتعالى وبيان وصف الله سبحانه وتعالى إنما هو غرض من أعظم أغراض القرآن الكريم فقد ورد عن سيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه أنه قال جميع ما تقول به الأمة إنما هو لشرح السنة وجميع السنة إنما هو شرح للقرآن الكريم وجميع القرآن إنما هو شرح لأسماء الله الحسنى وجميع أسماء الله الحسنى إنما هي شرح لاسم الله الأعظم بينت الصورة الكريمة صفات الرحمن جل في علاه قال الله سبحانه الرحمن علم القرآن فأول صفة من صفات الرحمن جل في علاه تعليم القرآن وتعليم القرآن يعني تعليم الدين وتعليم الهداية وإرشاد الخلق إلى الخالق وبيان صفات الله جل في علاه ثم قال الله بعدها خلق الإنسان فمن صفات الرحمن كذلك خلق الإنسان ولكن تعليم القرآن نعمة مقدمة على خلق الإنسان فإن مقصد حفظ الدين من أهم المقاصد التي دعت إليها الشريعة الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان النعمة الثالثة إنما هي تعليم البيان وكانت هذه الصورة الكريمة من أعظم صور القرآن الكريم لاجتمالها على وصف الرحمن وبيان أسمائه وصفاته ولاجتمالها كذلك على بيان نعيم الجنة وبيان عاقبة المتقين وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأها على الصحابة الكرام ويقول إن إخوانكم من الجن كانوا أفضل منكم فما قلت لهم فبأي آلاء ربكما تكذبان إلا وقالوا ولا بشيء من آلائك يا ربنا نكذب فلك الحمد فدل ذلك على أن هذه الآية الكريمة فبأي آلاء ربكما تكذبان ليست مكررة وإنما تذكر بعد كل نعمة فكأنها تذكر في كل مرة بالنعمة التي قبلها وبهذا يتضح معنى الصورة الكريمة ويتضح مغزاها ومقصدها ويظهر جليا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا القرآن وأن يفتح علينا فتوح العارفين بالقرآن وفتوح العارفين بحكمته اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وذهاب حزننا ذكرنا يا ربنا منه ما نسينا وعلمنا يا ربنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وعلى الصراط نورا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته